يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي عند السابع والربع من مساء يوم غدن الخميس في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة حيث تأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائية كأس العالم 2026 التفاصيل في هذا التقرير بطموحات تحقيق الفوز والاقتراب خطوة إضافية من المونديال يحل منتخب النشامة ضيفا على شقيقه العراقي في خامس مبارياتهما في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للنسخة المقبلة من كأس العالم المنتخب الوطني الذي وصل صباح الأربعاء إلى البصرة يدخل اللقاء بصفوف شبه مكتملة إذ لم يغب عنه إلا المصابان نور الرواب دوعار في الحاج فيما عاد النجم الأول موسى التعمري إلى القائمة كما وصل المهاجم يزل النعمات إلى الجاهزية المطلوبة يعني أكيد المباراة صعبة الطرفين رح تكون لكن إن شاء الله إحنا تم الاستعداد منكون حاضرين ذهنيا وبدنيا في الملعب وإن شاء الله بنحصد الثلاث نقاط ويقدم منتخب النشامة أداء ونتائج متذبذبة في الدور الحاسم من التصفيات إذ فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر أخرى وهو الأمر الذي يضع كتيبة المدرب جمال السلامي أمام اختبار حقيقي لتأكيد وصولهم إلى حالة الاستقرار طبعا المباراة مهمة مش نهاية التصفيات دائما المباريات الأردن والعراق فيها ندية وفيها روح عالية وبنفس الوقت فيها كمان إحنا أخواننا والعراقيين أشقاء وهذه المباريات لا تعني أنها تكون فيها أي شيء خارج نطاق الكرة القدم وإحنا إن شاء الله بنطمح في الثلاث نقاط وإن شاء الله بكون الفوز إن شاء الله الحمد لله تحضيراتنا من البداية المعسكر عمل بجد واجتهاد من الجميع جهاز فني وكلاعبين مباراة مهمة مثل ما حكيت ولكن هي مش حاسمة مباراة إن شاء الله رح تكون جماهيرية كبيرة وفنيا على مستوى عالم من تلك الفريقين واستشهدوا المجموعة يوم الخميس مبارتين أيضا الأولى للكويت وضيفتها كوريا الجنوبية قبل أن تلتقي فلسطين مع عمان وتأتي كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة بعشر نقاط ويتقاسم المنتخب الوطني الوصافة مع العراق بسبع نقاط لكل منهما وتحل عمان رابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الكويت الخامسة بينما تأتي فلسطين سادسة بنقطتين من تعادلين فكيف سيكون شكل المجموعة بعد هذه الجولة؟ أنهت الأردنية لرياضة السيارات جميع التحضيرات لتنظيم باها الأردن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كنتري القصيرة والذي ينطلق في العقبة غدا الخميس وبحسب الترتيبات يُعقد في العقبة غدا الحفل الافتتاحي والمؤتمر الصحفي ثم انطلاق المرحل الاستعراضية على أن تتوالى المنافسات التي تستمر حتى السبت المقبل ويشارك في باها الأردن الوطني أحد عشر متسابقا من الأردن وفلسطين فيما يشارك من الأردن هاشم كالموني وملاحه مصطفى البيطار ومعاذ العرجة كملاح وإحظى باها الأردن باهتمام عالمي كبير نظرا لقوته ونجومية المتسابقين المشاركين ما يجعله محط اهتمام الإعلام المحلي والعربي والعالمي يواصل المنتخب السعودي الأول معسكره في مدينة ميلبورن تحت قيادة المدرب العائد هيرفي رونار استعدادا لمواجهة أستراليا وإندونيسيا في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 تلقى منتخب السعودي ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام أستراليا يوم غد الخميس بالجولة السادسة من التصفيات بعد إصابة أحد أبرز نجومه وعلن المنتخب السعودي في بيان رسمي أن قائده ولاعب الوسط المتميز سلمان الفرج تعرض لإصابة في الركبة خلال التدريبات دون توضيح تفاصيل حول عمق الإصابة ومدة الغياب المتوقعة هذا ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط متساويا مع أستراليا مع أفضلية فارق الأهداف للأخير في حين تتصدر اليابان المجموعة بعشرين نقاط حقق جولدن ستيت ووريورز الفوز على ضيفه دالاس مافريكس بنتيجة 120 نقطة مقابل 117 نقطة ضمن دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وسجل ستيفن كوري 37 نقطة في المباراة ليساهم في فوز فريقه كما قدم تسعة تمريرات حاسمة مع ست متابعات بينها تألق تومسون بتسجيل ست رميات ثلاثية بما مجموعه 22 نقطة وعلى الجانب الآخر سجل السلوفيني لوكا دونتتش 31 نقطة لدالاس كأفضل المسجلين معه أربعة لاعبين بعشر نقاط أو أكثر اقترب الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالمياً خطوة من نصف نهاء البطولة الختامية للتنس بعد فوزه على الأمريكي تيلر فريدز ترجمة نانسي قنقر